اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة وخلال معرفتي بهذه الجمعيتين تلمست فيه مسرحيا قديرا رغم انه كان لا يزال في البداية ذلك الوقت وانا اراه نجمة صغيرة في سماء المدينة تضيء ولو ابتعد عنها كانت هذه شهادة ديالشائل كبير عبد كريم الطبال وكذلك ولد مدينة شاون تعرف عليك اثناء طفولة ديالك وكانك يقول بي انك اكيد غادي تصبح نجنو شنو رأيك في هذه الشهادة؟ واجبتوا الشهادة ديالواحد اسم كبير ما شاء فقط على مستوى شفشاون على مستوى الوطن على مستوى المغرب ومستوى العالم العربي من الرموز الكبير ديالشعر الحديث باللغة العربية في العالم هذا اثناء كبير جدا مجرد انه يتحدث عليها انا شرف كبير ما تصور الشرف اللي عندي انه عملاق الكلمة وعملاق الشعر كتذكر شي حاجة قالها لك من اللي كنت في بداية ديالك؟ طبعا تفرج جميع المسرحية اللي قمت بها رفقاتها مسرحة بينهم كيف ما قال منذ البداية منذ الفين تقريبا منذ التعوضة التسعين وثم جمعية المدينة الصغيرة وكان دائما يشجعونا وكان دائما يحضروا وكان يعطي توجيهات دياله وكما قلت لك انا جد جد متشرف بشهادة دياله داخل البيت ياسين اه ادو اه ادو الطفل كيفاش كان طفل مشارب اهم صورة طبعا الطفولة ديالك كان بكي ولكن بكاء ما شير ديال بكاء ديال الطفولة ديال الاخت ديالي مريم كان اعتز بها زيد عليها فقط سنة طفولة هادئة جدا وحالمة حالمة يعني الحمد لله كان استقرار وساري وعض يعني ودفء وهدا وكنت زما كان يطبعون يشوي الخجل يعني الطفل خجول ممكن يخرج الزنقاء بزاف إذا يعني يعني إلى ودن المغرب خصني ندخل مراقب بشكل كبير مراقب يعني داخل المدرسة كيفاش كان ياسين طفل اولا تهمية مجتهي خجول خجول أنا كان الخجل مسرح ولي خرجني من الخجل صراحة وهذا الخجل مخللك شتيش شوي للحجرة الخجل ديالك مخللش للأطفال في سين دي كان عرفوا بأنك يكون الأطفال شوية حسنا كنت هادئ أنا قلت لك أنا كنت ماشي إنسان مشا غير طفل كان يتأثر بسرعة وكانوا أطفال صعب مني وكانوا خاسمين كانوا يحجروا عليك لأطفال بتلاميذ ماشي دي ماشي ديمة ماشي أطفال شوون هما أطفال هادئين انتوا ما بتطبيعتهم غير هو أنا كنت أكتر خجلان وعندي علاقة كبيرة مع الأم والأب والإخوة دي اليد ولي كان احنا كان عندنا لقاء مع واحد صديق ديالك وتكلمنا على هذا الجانب ديال الحجرة نشاهده تخاصمنا تعارقنا وكان واحد يراك شوية شديد وقوي كن كانت فاجأة لأنه شي حتك يطرق ببالدار خرجت الويدة دي اللي حفظها وياد جي عندي تقول يراه يا سيني حجنك يسول عليك يعني جاء ينتقم من داك الفعل بينك وصنع اللي عملت معاه وشنو بالضبط السبب اللي خلي يا سيني يرجع بها السرعة للدار يخش حجرها ولا شي حاجة اللي ممكن يتعاون بها فرض الاعتبار دياله معايا وهو انتفاجأ إيج بد رسالة إيج بد رسالة سلمني ذاك رسالة وانسح قلعت لأيق الورقة كاللقى أنه فعلا كي يقدم لي واحد العيتب عيتب كبير جدا وقوي بل المصطلح دياله هو يمكن يجي يجي أده بسيط وعادي ولكن طفل في ذاك المرحلة ويجاوب هذا الأسلوب الراقي على واحد الفعل يعني بين قوسين نقول أنه مثلا كان شوية عدواني أو فيه واحد نوع ما يعني معدم اللباقاء وكذا فرد علي ذاك الأسلوب الراقي أنا لحد اللحظة يعني أحصف له بهذه الذكرة الجميلة من جانبه ديالما كتك ردت الفعل ديالك كبيرة في الطفولة ديالي طبعا أنا كنت مولوع بالكتابة يعني كنت مولوع أنا من دخل تحضيري كنت عارف نقرأ ونكتب بلغة عربية وكن نقدر نكتب صور مجازية وكن نكتب شاعر وكنت صغير وكنت هذا وكنت نقرأ بزا في الطفولة يعني يعني كان عندي مكتبة ديال وليد ديالي كان قرأ فيها من كانت عندي خمس سنين سنين كانت كتب كبيرة فلسفية كتب تاريخية واترت علي إيجابيا ولكن قولوا شوية خلتني ما نكون عندي احتكاك بالحياة وبالناس يعني ما نخرج عندي أطفال بزاف أطفال بسيطة خلنا كانت شي كتعيش واحد العالم ديالي ومكتاب مرحلة كان عندي الكتاب وكانت فكر ريما بالكتابة ومني وقع لي معاش مشكلة أعتقد وما تفكرت عن المشكل بالضبط لا الرسالة تفكرت كانت شي مناوشة تقلقت منه وكتبت لوح الكتابة ديال كان يبقى أنكم دابست وأنه ضرب ومن بعد ومش تقلقت متاعي وجاوبتي بريسالة بأسلوب راقي أسلوب طفولة ياسين وغني نسول لك علاقتك بالمدرسة ديالك كيف كانت وش عندك ذكريات جميلة ذكريات مزوينة باقي ما كتبري تفكر لأن أنا عندي واحد المعلومة تقول بأن هطلبوا منك مجموعة ديال أصدقاء ديالك ديال الطفولة أنك تقوم بشاريع ثقافية المؤسسسة اللي قريتي فورفتي لأن ما عندك علاقة صحيح صحيح لا ما تقصر لأشي مشاريع ثقافية المدرسة أنا كان احتفظ بذكريات جميلة مع مدرسات القدس الأستيدة ديالا ثم إيدادية الماشيشي ثم ثانوية مونير شدد وكم فضاءات اللي قريت فيهم وكان عندي فيهم ذكريات وكان لحظات جميلة وكان كل وقت لما نفسي هادي الملاحظة اللي كانت عندي من ديمة ولكن كانوا دازوا معلمين وأستيدة راقيين وتعلمت منهم بزاف الحاجات يعني ماشي غير المسائل اللي ماشي زوين ياسين كينا واحد لأستاذ اللي تقلقت منك وقيل ذكرتها في الشي برنامج بالسوء وماش باش الحال شنو تقول فات القضية لا مرأي ما أستاذ بالعكس أنا المعلم والأستاذ عندي في مرتبة كبيرة بزاف وكان احترم العمل ديالو أستاذ اللي كات تقول عرفت يمكن تقلقت لأنا برنامج هدرت على مرحلة ديال المدرسة ابتدائية بصفة عامة هدرت أنه كان واحد شوية عنف النفسي والمادي كان معلمين في المستوى وهذه الأستاذ بالضبط كانت طيبة كانت طيبة ولكن تقلقت منك يحسب هدر عليها لا نهائيا بالعكس هي نهائيا كانت أستاذة رائعة جدا وتعاملت معنا بواحد الرفق بواحد اللطف كانين بعض المعلمين كانوا قاسيين جدا في العنف اللفظي وحتى الجسدي يعني كانوا يضربوا أطفال حاجة لي ممزي ناشا تقضي لعنف المدرسي لما بين التلاميذ والأستاذ رائعة مرفوض كنشوف أنا مؤخرا بعد التلاميذ هما مرسوا عن فضل الأستاذ أو العكس الأستاذ وما هاتش مرفوض وكان قبل كان بزاف كان وحل وطيرة ومن حقي نعطي هذا الملاحظة وهذ المعلمين اللي كانوا بعد مرة قاسيين وعانفين كانت لقاهم هذة الساعة وتسامحت معهم أصدقاء كنت سلموا يعني ما كيش ذاك الهدف ديال أنني نكبرو نتاقم كانت عندي هذة الفيكرة كانت عندي هذة الفيكرة فيوم الأيام آه مني غاد نرجع لقد ضربني ضربني ولكن من بعد صافي كي يكبر الواحد كي يقول لي متسامح كتبت دلق لي كتبت المسائل هذي نخرج الآن من المدرسة وغمقوا دائما في الطفولة ديالك وغادي يصول لك لشكل ممثيل أو للممثيلة اللي كنتي كتشوفها وكتقول واو ما كنت نكون بحال هذي الممثيل أنا كنت معجب في الطفولة ديالي بواحد ممثيل كنت تلوي ديالي أخدالي واحد باستيرا ديال واحد صغيرة كبيرة عمتها في شامب كان كيدوز واحد مسلسل تاريخي اسمته موسى بنو نصير وفي قناة الأولى كان كيدوز وكنت معجب كان عاملوا واحد دور ديال أعتقد عقبة بنو نافع اللي روح الدور مهم بزف و ماذا جنسية هذ الممثيل سوري أخبرتك غيرت الشخصية اللي عملاياك ما أخبرتك اسم دي الممثيل اسم دي الممثيل عبدالله غيت أوكي عبدالله غيت الغني عن التعريف المرحومة غني عن التعريف المثيل في مجموعة من الأفلام بحال رسالة بحال المال والبانون صحيح غيرتك قوي جدا وممثيل مصرحي وكان عندي شرف أني تلقيته مني كان كيصور أفغانيسان اللي مادة في الشهون وكان عمري شي 7 سنوات ووالواليد ديالي عرف بأنني كان بغيه بزف وداني اللي لو كان في أوتيل كان في واحد بلما نقول اسم ديال الفندق وقلسنا معاها أنا والأخت ديالي مريم والأب للأسف ما كانش متوفرة أن أنا ما تصورتش معاه وأنا صغيرة ما كانوش لبوغطابل ديك ساعة ما كانش لبوغطابل وهذيك الأهل ديالي التصوير ما كانش ديك ساعة غير لسوفينير ديال الإمضاء كلمة خليتي كلمة بعدها بقى عندك كلمة أعتقد لا ما خليت غير أهدار معايا وشجعني للدراسة وشجعني أهدار معايا واحد شكل زوين وبقيت ديكرة زوينة وهذا اللقاء وهذا لحادث أولاد المبتل عبدالله غيرت ولي فبلك أنك تخلى على دراستك في كلية الحقوق تدوان وتدير لمعهد و هو من بين الأسباب يعني كان قدوة بنسبة لي في التمثيل يعني كيف يلعب الصمت كيف يأدي بوحد تشكل قوي الإلقاء دياله باللغة العربية الفصحى هذي ولكن لي ولي خلي كلية الحقوق اللي نجحت عملت خطوة إلى الوراء من أجل خطوة إلى الأمم يعني دست حقوق وكان القانون يعجبني بزاف ولكن الشغف ديالي بالمسرح وبالفن كان أقوى عنا واحد شهادة لك تكلم لنا على التوجه ديالك أنا شفت واحد مقطع ديالي لأن المدرسة العليا ديال الفن هذه اللي في الرباط فتحة الأب وبدأ لهم أنا مش فتأم استقرأت أو استعلم بأنه مش يقول مش يمشين هذي ما قلت ما ما نعطي هالوش ما نعطي له شي الجريدة الله إلا ما علمس و في نفس اللحظة ميجي ندخل الدار لك الحركة الأوتوماتيك هي غير غير بدون بالتلقائية نفسين نزلتوا للجريدة وهو قال سير عشب مضا للجريدة عنه الهيكلة ليله أعترض يكون من أدوار ممتازة كثيرا وهو بقى ما أعطى شي ما أعطى شي اللي عنده فرصه لا بعض كانت هذه شهادة ديال أب ديالك سيد كريم أحجام ليساهم كذلك فالتوجه ديالك بدون قصد يعني وغير فغازع أب ديالي الحمد لله أنا أعطاني الله هو أحد الأب متقف عنده بعض نظر وهو اللي فعلا كيهدر ذا في الفيديو يقول يعني جاب لي ذا الجريدة للي ما كاش ذا وقت لانترنت وفيسبوك وانا في الشاون مدينة بعيدة وما كانتش معروفة الشاون حل دابا وما كانش باغيك تدير هاد لا أخاف علي باش مستقبل ديالي باش ماشي 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 خاف علي أنا ماشي في أحد ما صار ديال القانون وطالب متفوق وعرفني الحب ديالي للميدان الفني وتردد أنه يعطيني الجريدة ولكن جاب لي الجريدة وجاب لي الإعلان خاطره غلبه وجاب إعلان عن مبارة الاتحاق بمعهد علي فمسر حيث نشي التقر فيه فرسلت الملف ديالي عبر البريد نشكر بزاف أب ديالي شكر الله يوسف نشكر كذلك على هاد شهد الجميلة في حقك وكانتمنى وليه الشفاء العازل إن شاء الله وقال واحد نسأله بظروف صحية شوية بعد مرة إن شاء الله إن شاء الله الفقرة ديالطفولة انتهت غادي نمروا الفقرة قالوا عليك الفقرة قالوا عليك نقترح فيها عليك مجموعة ديالناس الأراء اللي كتخصك وشوفوا شنو قالوا عليك الناس وكان نقترح لك مجموعة ديالأجوبة عندك الحق أنك تختار فيهم جواب واحد فقط ساعد وخ قبل ذلك غادي ما جايبك دائما لمدينة شاون وهذا المرة ما أرى أولاد المدينة من الأسماء التي أخرجت مدينة شف شاون إلى الوجود وتميز في مصاري في مجموعة من الجوانب ما كيدرش الأعمال الكوميديا بزاف لذا بغينا نشوفه شفية في الكوميديا ودلحي ديالنا ودرب ديالنا وما أنا ما شفنا منه شي حاجة وزامها بصراحة بسينا حجم نعم الرجال المغاربة كم ننكي عرفوه وعزيزة لنا بزاف عنده بزاف ديال الأعمال ومن بينها اللي كعجبني أنا شخصيا هي الدور اللي تقمص بسلسلة بنت للمنانا ما كرات يعمل ندوة ثقافية للشباب ديالنا اللي موهوب اللي في طرق دياله بغي وصل شي حاجة من الأهداف اللي وصل لفنة ديالنا ياسين ياسين أحجم تمنينا نشوفوه مثلا في أدوار فوكاية والرومانسية علش الله ولكن في واحد النقطة ما عدى شكل ما عدل الشام إذن هذي كانت الأراء ديال ولاد مدينة الشاون اللي كيعرفوكم زيان وكيعتبروك الأخ ديالهم كتر من الأخ ديالهم النس ديال الشاون عائلتي وأسرة ديالي الكبيرة ومغربة كاملة حقق الأسرة ديالي هذي كانت اعتزب هذي شهادات وهذي الاستقيقي من مدينة شوشاون تمنا تبقديم هذي الصلاة بيني وبين الجمهور وخاصة مجموعة الإقتراحات اللي كاتكل لش ما نشوفوش ياسين في دور كوميدي أدور اللي كان سيناريو فيه الموقف ديال كوميدي نعملو لش ما نعملوش وآخر عملت واحد الفيلم هو القناة الأولى تكريم فين كوميدي مية فرمية باقي ماخرش وقبل منو عزم دينا فكين مواقف كوميدي عملتها في المستثل عزم دينا لكن مكتوب أنا ماشي ممشيش بتيجا ديال ديال كوميك بالغبال بالهضراء ولا بالقريماس يكون موقف مكتوب بشكل كوميدي ويكون إخراج يعني متم نقدر علش لا نقدر نقدر أدور كوميديا إذن سنمر الأول ما قالوا عليك ياسين أستاذ تسمع نشاهد المقطع عياد عياد والد الرداد سيد الزعيم والسيد الشيخ مزوار ويكا سيدين تمنى مولين الطار أزبك تخبهنا بصح موكات وفيران وباش عرفتني ملعز هربان يا كتلك باللي والزخير والهيبة والدر الكبيرة ملعز ويبان وما تحتاج تعطني برهان أشتك تخطي دار حريم وطلن فقصور قلت مع رسيمة فيها بس نظل ونعرف اش مجاري في الدنيا قلت وحشت في تخلطي الدنيا بفعلك الشيطانية أعلاج أش مقدرت أشتك تدري مع رجال والدخلي في حكام ألا سمعتم كيت كلموا عليك والسيد داروخة تروح تلغيتي ليهلوسية قلت مع رسيمة جندير فيه خير وفيك حتى أنت الخير هو اللي كنت درته في راسك وفلسانك وربطته بين سنانك هذه مجموعة المقاطع دي المجموعة دي المسلسلات عيشة دويبار مانا وبرطال ومأخاران أربعة ماربعين هذه مجموعة دي المسلسلات اللي عندهم واحد القاسم مشترك ومأنهم يعودوا أو اللي يحكيوا مجموعة دي القصص الخيالية قالوا عليك ياسين الأحجم أنك هذه المسلسلات ذاتك شهرة وهي اللي عرفتك بالجمهور فعلا فعلا كين أدوار اللي قدمتها في أفلام وسلسلات بحل رمان وبرطال بحل الدويبة بحل شمس القنديل بحل أربعة من الربعين وأخرا سيدة الحرة أعمال اللي تتم بالتاريخ المغرب أو بالتورات سيدة الحرة قصة تاريخية ولكي هدو الوحي الخيال سيدة الحرة ولا كين أعمال اللي عملتها وحق الجمهور يميل إلى هذا النوع الأعمال اللي فيها الحكاية المغربية وحكاية الجدات وأنا بحقيقة كالقارة أنا رح تفضل نوع الأعمال هذا يعني أني ما نعملش أعمال اجتماعية معاصرة وأسريب أخرى إذن هذه المسيرة هذه اختيارية بالنسبة لك كيشوفني المخرج وكعيتلي في دور وخصني يقدمه إذن ممكن أنا ومشافوك في هذه الأدوار سابقان بلو يعيطوك وكيكروا في نفس الدور ما شيتك أسلوب أسلوب لأسف ما بقعش بزيف زي ما في الدراما المغربي الأسلوب التوراتي مهم سؤالي هو شكل المخرج اللي ارتاحتي في الاشتغال معه أثناء مثيرتك أولا أن أبراهيم الشكيري ثانيا فاطمة بوبكتي ثالثا أبسلام بلقلائي أعطيني اسم لهذه الأسماء الثالثة بصدق ما قدرش نعطي شيء مفاضى لبينتهم لا دروري حسكت إخراج إخراج فيه رؤية وفيه أسلوب تابع يعني عنده علاقة بالثقافة دي المخرج وبنظرة دياله السينيما والدراما سيحش كل نظرة ديالك تتقرب من نظرة ديالك ثلاثة فاطمة موكدي فعلا بديت معها في الأول أعمال لي لقاتس واحد الشعبية وقدمتني جمهور المغربي كان شكرا بزاف إبراهيم اتطورت معها تجربة ديالي كموت يعني تطورت المصار ديالي معها أعمال بحل إلى الآباد بحل السيدة الحرة بحل الربعة من الربعين مجموعة من المسلسلات اللي بيهنت فيها على طاقة جديدة وصيبت لانقلاعي رأتها القلاعي ختمت معها مجموعة من الأعمال تهي توصفت مقدرش نعطي مفاضلة بيناتهم أكيد أنا كلهم مخرجين متميزين أنا بغير متأيا ياسين أحجم فين كترتك؟ والله لا لا بثلاثة أصدقائي واحد دراجة وكان نرتح في القاضي كان نرتح في المرح دراجة تطني اسم واحد هدو من الناس من الأسماء المخرجين المتميزين اللي صنعوا ياسين أحجم صنعوا ما صار ديالي أكيد ولكن أنا بالنسبة لياسين أحجم معهم بغيعة ودكر تجربة معهم بثلاثة قنا عرفتك صادق في الكلام ديالك ولكن شكون اللي كتقاسم معاه أفيزيون دياله في الإخراج من هدو الآسماء ثلاثة شكول يقريب لك ياسين يعطني اسم من هدو لا ما قدر بقاوف ثلاثة أعطني واحد جوج ثلاثة لا ما قدرش ثلاثة بحلها غادي تحيد جزء من ياسين أحجم جزء من المصار دياله لا أنا ما غاديش نحيد جزء من المصار ديالك أنا كان طلب شكون المخرج اللي ممكن أنك تكرر مع تجربة أنك ممكن تكررها معهم بثلاثة ولكن شكون اللي عندك ضروري واحد الميول واحد فيهم والله لبثلاثة أنا ما دين لهم بأنهم أعطوني فرصة للاشتغال في تجارب جديدة وتجارب اللي أعطتني واحد نفس جديد مع الجمهور المغربي ممكن لش نختار واحد ونخلي الآخرين بما أن تجربة ديال المسلسلات اللي كتحكي قصص خيالية أشباتك نقدرون نزلو فاطم أبوبكتي ونحب أسلوب جديد أسلوب جديد ولكن هي كانت في البدايات هي كانت في البدايات أعزل لي اسم واحد ما نقولت لك كل واحد سنشكره لأنه قدم لي الكثير والله إختار حليا أدوار ممكن اختاروا اسم واحد إسم واحد نممكنش هنشوفو شاهدات ديال مخرج من هاد المخرج دكو أنا سيكون ديالترى 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 يلترى يشعر بك показываю أو أعزل بكثير الأخوة كلك ونحن نحن نعلم وموذيQU أنه كنت محمد معمار أعزل بكثير ومعنى أعزل يسعر لك تتيرم في البدايات ديالترى مخلج إبراهيم شكري قسمون أخم أخم في ديالو يعتبر الهدوء كعجبني الحرفية والمهنية العالية ديالو كيدوزوا أوقاتي معاه في بلاتو من أحسن الأوقات في الحياة ديالي يلي ما كان كن أنا واقف إحدى في الكاميرا دي إبراهيم شكيري يعني ما قدرش نصف لك تسيد حال بصيدق مشي مجامل أو شي حاجة من الناس اللي كان نرتاح معهم بزاف يعني في الإخراج وكانت عامل معهم وكان بارتاجي معهم بزاف الحاجة مشي في مواضع دي السينيما في مواضع مختلفة أنا أرجع لسؤال الأولاني وغنختار رقم واحد لي إبراهيم شكيري لنتابع ونشاهد تاني مقطع فقرات قالوا عليك مرحبا بكم دائما أغسك تفاجأني علش ما قدرش لي أنت هو رجل أعمال اللي تبرع من الجمعي ديالي أغسك تفاجأة لكل زمدك الجميع شكرا مستفيوس لا شكرا على واشيب كان هذا مقطع من مسلسل دارتليان بطولة الفنانة كاليلة بنعيلات قالوا عليك ياسين أنك اشتغلت مجموعة هذه البطولات مع اثنانات مختلفات عندي ثلاثة ديالأسماء غادي اقترحهم عليك قولي ياش كون فيهم اللي كتبغي تشتغل معها أكثر أولا كاليلة بنعيلات ثانيا سنة أكرود ثالثا فتم زهرة بن ناصر أعطني اسم واحد من هذه الأسماء كانت من كلهم اشتغلت معهم بطولات هذا كمين صديقاتي وزميلات في العمال في الإبداع وكمين متفوقات أكيد كاش كاش فاد مسألة ومدوش تقليل لا مع كاليلة ولا مع سنة أكرود طبعا سنة أكرود اللي بديت مع المصر ديالي في مجموعة بالأعمال صغلتي مع مجموعة الأعمال وأخرا حققت واحد ديه أيضا مع فاطمة الزهرة بن ناصر في كل من قصر البشرة وقبل من نعزم دينا ومشخصة قوية تهي يعني كل واحدة فيهم كانت تعطيني واحد نفس جديد أيضا تهي في المصر ديالي مني كان ألقف أمام واحدة من هذه اللي اخترتي سواء أم كاليلة أو لسنة أو لفاطمة الزهرة اختريني هذه الأسماء لأن أكيد خمتي بأدوار رائعة معهم وكانت هناك كيميا قوية بينتكم شكو اللي تتعاود معها تجريبا في هذه الأسماء الثلاثة كاملين نعاود نزيد معهم تجريبا ونعاود نشتغل معهم عزيزين عليها بزاف يعني اخترتي وكاني ممتلة آخرين كاملين نشتغل معهم كاملين من حياتي الفنية نعم الدور ديالك نتايا شكل الأدوار اللي قمت بها مع الممتلة شكل الدور اللي قريب لقلبك كتر من الأدوار اللي قمت بها نتايا كاملين بها وما سنة قمت بها دويبا وما نورطال بزاف الأعمال أقرب الأدوار إلى قلبك كليلة بزاف دار كل أيام إلى الآباد مجموعة من الأعمال لما قدرش نقطرش واحدة تبالي كنتا الأدوار ديال كنتايا مشيهما ينسى مجموعة من الأدوار اللي قمت بها نتايا في هذه المسلسلات الثلاثة والأعمال الثلاثة شكل اللي قريب لقلبك أكتر كاملين بهم قريبين من قلبك والله إيمان أدوار كلها اللي تعطتني تعلمت منها والصفت منها يعني كل دورك يعطيني حياة جديدة إذن نتظر أنك تمتنع الجاوب طبعا نتنع الجاوب بحال ذاك اللي قبل منه؟ بحال السؤال الأول والثاني والثالث وما اخترتيش فيه أجوبات كتقولين الأجوبة اللي بتنتاير اختارتي الممتلات اللي عزيزين عندي بزاف واحترف المخرجين عادي احتيار عادي ممكن نختاره وش ما غاديشي قلقهم لا كنت اختارتي شي ممتلة أخرى اللي بالصح ما كانش عندي معاشي فيدباك كل شيء نحنا اختارناهم بحيث بالصح درتي معهم بطولة يعني كين واحد العينة من من الممتلين اللي كان نخدم معهم بزاف اللي معاك نتلقى معاك صافي كان عرف شنو غاديدو زبيناتنا ما كانحتاش يعني صافي كانشوف لي في عيني عارف شنو غاديدو نقوله كيكون واحد الإنسيجام كبير ياسين ممكن كون كنستبور معاك يجيني بحالة دوك 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 اللي بخاص اللي كيكونوا فيدوك القيصاص دياله اللي كنا نقرأ وش حالة دي كيجيني بحالكتك وطيب بزاف وضريف وحانون وخا ما اختارتي هاش يا قلت شهادة كلمة جميلة فحقك شنو ممكن تقول فحقك؟ تساعدني الكلمة ديالها لما مسؤولي أنا ممتلة متل كاليلة لممتلة متفويقة صراحة كانتظر متفويقة في الأداء ديالها وعندها واحد للجانب إنساني جميل جدا وتقول ليها الكلمة أنا أبدي له نفس الشعور نفس اله اشتغلت معي في أعمال كتيرة وبالصح كيد كتمر بيناتنا بحال واحد اللي نغجيزوينا واحد طاقة في الأداء ونتمنى أنا نزيد نقدمها أعمال أخرى إذا نمرو التالت مقطع ما عدمك معي بزاف؟ لا لا ما كلا عدم ولا وانو غير انت كنت محتاج للمساعدة والحمد لله لقيتني في الوقت المناسف هاللي كان طلب منك وهو تحضر عقلك في المستقبل غير كون هاني وكان وعدك باليادك الحمقة أمرها مغضي تكرر يا عدرب الحمام يا عز المدينة يا مضحكنا فيك ويا مذكينا خير وسلات ذكرة يا تحكينا يا أخي شف الأغبر علي من هنا يلا منس النقص جو عندي مقطع طعية جيانين جيانين كان هذا مقطع المختلف الأعمال اللي قمت بيهم بالبطولة قالوا إليك أنك تبغي تقوم فقط بأدوار البطولة لا ماشي ديمة كان بعض الأدوار اللي كانت تكون عندها واحدة رغم أنها تكون عندها مساحة صغيرة وكنت نقوم بها بعض مرات إلا كانت أدوار قوية في الكتابة دي لها وفي الإخراج دي لها لا معاكس معاكس سؤالي ما هو أفضل دور في مصار ياسين أحجام الفني؟ قصر الباشا هزل دينا أولا للمنانا ابنة للمنانا عجمني أنا مجلسة ابنة للمنانا إذا نعتبر الجواب الثالث ابنة للمنانا نشاهدو أم مقطع ما بك يا مبلاي فلتغادر الجواري في الحال بلغني أنا بديسة بن حبوس صاحب غرناطة ياسين قالوا عليك أنك من الأوائي اللي اشتغلت في الأعمال العربية سؤالي في رأيك ماذا يضيف للممثل الاشتغال في تجارب عالمية؟ أولا ثقة في النفس ثانيا الشهرة ثالثا الأرياحية المادية ثقة بالنفس لأنها منك تشتغل مع عمل أجنبي كتشف أسلوب جديد في العمل كتشوف كفاءة جديدة وكترجع أو ثانيا الإنتاجات الوطنية وكتحاول يعني تطبق الأشياء اللي ممكن نكون سفت منها في الأعمال الأجنبية إذا انتقى في النفس نشاهده الصورة ياسين أحجام قالوا بأن الوالد ديالك سيد عبد كريم أحجام كانت عنده تجربة قصيرة في العمل السياسي فشف شاون لهذا ما توجد إش للسياسة باختيارك سؤالي من عند من تلقى ياسين تجعات المخيرات في السياسة؟ واش أولا من عند زملائك الفنانين ثانيا من عند والد ديالك ثالثا من عند زوجة ديالك وبصراحة يعني مني قررت أنني ندخل ندخل في تجربة ديال العمل السياسي الأب ديالي ولي انصحني ولي وجهني أنا كنت متردد وخائف نوعا ما والوالد هو اللي يعطاني مفاتيح ديال العمل وديال أنني كيفاش نخوض هذه التجربة نقوله بأقل خسائر قلوا دائما مع ياسين سياسي سابقا وغادي نقوله بأن قالوا عليك أن مرور كنائب برلماني كان متمر نوعا ما بحيث تم اقتراح مشروع قانون الفنان والمهن الفنية سؤالي تخلي تياسين على السياسة باش أولا تفرغ المسرح ثاليا تفرغ الحياة كشخصية أو ثالثا سياسة صداع الراس ومرة ثلاثة في حقيقة ثلاثة صحيحين وبالضبط جوج جوج ديال الاختيارات ليه هما؟ أنني أريد أن تفرغ الحياة الأسرية ديالي والفنية باش نكون يعني مركز أكتر وخوصا الجانب الأسري بحكم أنني أب وعندي أسرة قلتني أتنبها أكتر قلتني أتنب الطفلة ديالي أكتر وفي الدراسة ديالها في التربية ديالها ولان وليتي كتلقى الوقت أكتر من السابق؟ نعم عندي حمد لله شوية ديال الوقت كان الوقت صدابا شوية يعني كان تركيز تفرغتي الحياة الفنية والأسرية لكي كل عمل سياسي زائد العمل الفني زائد يعني دراسة كانت علي أيضا كان صعيب ما كانش عندي الوقت نهائيا إذن ياسين وصلنا لنهاية فقرات قالوا عليك وغنمرون فقرات لو افتردنا فقرات لو افتردنا ياسين غادي نقترح لك فيها مجموعة ديال المواقف الافتراضية اللي ممكن أنك تضح فيها وغادي نشوفو كيفاش غادي تتصرف في هذك الموقف كذلك عندك اختيارات في الأجوبة أولا لو تقترح لك منصب وزاري غادي تقبل وزارة التعليم وزارة الثقافة أو لو وزارة الأوقاف الثقافة طبعا ثقافة ثانيا لو كان عندك واحد العصال سحرية شنو تبغي تغير في المجال الفني في المغرب اذا كانت عندك عصه سحرية شنو تبغي تغير في المجال الفني في المغرب أولا غادي نغير عجوام مبتلين ثانيا غادي نغير طريقة التي يتم بها اختيار مبتلين في عمل ما ثالثا غادي نغير ظروف التصوير أنا كان عندي فكرة أنه سنغير واحد القضية أن المنتج الأصلي للعمل هو الذي يوقع عقود مع العاملين هذه تحييز الانترميديا لأنه فيها واحد نوع من العاملين في المشروع هذه الأجور رفع من الأجور حقيقة إلا تتعامل مباشرة مع القناة سيكون أحسن إذن هي تغيير أجور ومتيلين الثالث لو افترضنا لو جاوك الضياف على غفلة ومكينش قدس شنو غدير الضياف يقد بهم غادي تطلب الأكل واجد أولا غادي تعيد القدس في التليفون باش تقولك شنو تدير قدس الزوجة ديالك اللي كان وجده لها التحية نحاول إلا كانوا أصدقاء ديالي اللي زمان حميميين ومطلق معهم نقدر نوجدهم شيء أكلا كنت وجد أكل على راسك ممكن تعول على راسك وقدب ضيافك إذن شنو نختاره قد بضيافك إياك نعم شنو نختاره شنو جاوب لي نختاره قد بضيافك قد بضيافك نشاهدو كلمة اللي كتأكد لنا هاد المسألة هدي أولا كتنفيها هو عامتان ما كعوش حيث ما ككونش عنده الوقت بزاف وما داخلش بزاف فلا كولتور ديال وكيدرش باركة ماشي قاوالو كاجبو يصوب ديبتي بلا كاجبو كاجبو يا كل استيك دونك تعلم يصوب ديستيك إذا أنت قلت قد بضيافك وممكن أنك تقوم بهم ولو قد تقول لنا العكس بأنك ما كدرت شي حاجة في الدار لا ما كان ديش ولكن قدرنا قد بانيراسي قد بانيراسي قد بانيراسي إذا نسألين فقرات لو افترضنا الحمد لله أنك جاوبتنا لجميع الأسئلة بالاختيارات اللي يعطيناك الآن غادي نمرو الفقرات السوشيال ميديا علاقتك مع مواقع التواصل الاجتماعي كديرا زيانة الحمد لله لبس إليا زيانة غادي نشوفوا صفحة الفيسبوك هذي صفحة دي الفيسبوك ديالك وصفحة الإنستغرام اللي عندك فيها مئة وعشرين ألف تزادس إلى مئة وعشرين تزادس إلى مئة وعشرين شحلو لات عندك دار هاتي نشوف هبا هون في انستغرام انستغرام يلا عملتوا هذي واحد ويموات قريبا ويمواصلتي لهذا العدد عدد مهم مئة وعود وعشرين عدد مهم يعني انت يا دبايا نشيط أكتر في الفيسبوك ولا في الانستغرام لا في انستغرام ما تحسبش عليا لأنني أصدقاء مخرجين ممتلين صحفيين ماشي مفتوحة صفحة محدودة جدا وفيها شخصيتي الحقيقية اللي كان أرائي وهذا والانستغرام كلقوا فيها يسين فنن يسين ممتل فقط الممتل أنا في فيسبوك كان بارتجيت الأعمال اللي كان قوم بالإخراج دياله في المسرح عراء ديالي في شي حاجة في شي مشكيل في المغرب ولا مهم كان حاول كين جانب النقدي فيسبوك أكتر يديا الضيف كي يقولي بأنا الفيسبوك ولا فيه المشاكل ولا بارتجي الإنستغرام يديا الناشط لبا مؤخرا في فيسبوك ما قشي ندير فيه المشاكل انستغرام الحمد لله ما كان نقول شي حاجة كان نقول يا صباح الخير سلام عليكم كيف بقيتو لأي حد ممكن تقاسم حياتك شخصية عبر مواقع تواصل الاجتماعي مع الناس الجمهور عندي الطيب الرائع عندي في انستغرام لأنني فيسبوك أصدقاء الجمهور الواسع في انستغرام وعندي مع العلاقة المحر بالدول احترام مشكل يومي عجيبة جدا والله كانت تقاسم معهم بعض لحظات في النهار ليس بزاف يوميا أنت حاضر في الانستغرام شي صوراك اولا شكون الناس اللي ممكن يتبعو من تايا شكون الناس اللي ممكن دي ليون فالو كتبعت كانت تبع بعض يعني أنا قلت لك مؤخرة من دي سكندي نخارط بعض الباش ديال الطبخ باش نتعلم شوية ديال الطبخ يعني نخارط يعني بعض مغنيين كبار مثلا فرانش مونتانا بحل يعني مو كتيرين أصدقاء اللي هما كتبع الفنانين كتبع الفنانين اللي عندي اللي هما اللي كينين والمؤترين انفلونسرز كتبعهم تاوما ماشي بزر كتبع الفنانين كتبع الطبخ نشاهدوا الصورة الثانية هذه صورتك مع الأسرة الصغيرة الناس كيبغيوا في انستغرام بمواقع التواصل يشوفوا الجانب الشخصي العائلي ديال الفنان حي أنا كنا من مرة مرة مع قوتس ولا مع يارا وكين كتلقوا حد نجاح كبير ومك ندرش بزاف انستغرام هات كين الناس اللي عندهم إشكال فانهم يوضعوا صور ديال الأطفال ديالهم كندر قليل فاش كندر مع الطفلة ديالي مع ابنتي يارا ولا مع قوتس قليل باش مع من تاني ما نعرضش يارا بزاف مواقع التواصل الشمائي وفي نفس الوقت ماشي نغيبها بشكل نهائي بشكل نهائي لأنها كينة بيانسو إذن شنو بدلت فيك يارا ياسين بدلت فيه بزاف الحويج بدلت فيها أعطتني روح المسبولية نحاول نكون منظم في النهار في مواعد ديالي نحاول ندخل منزل بكري ندر ديالي بكري هذه صورة ديال لا شفيش ديال المسرحية التي تقسمتها مع الجمهور ديالك والمتتبعين ديالك عبر الصفحة ديال انستغرام سؤالي من بعد مرورك ياسين الإخراج اشتغلت مع الزوجة ديالك داخل الفرقة كيفاش كانت تعامل ديالك واش كان يشي تعامل خاص بعقود لا أبدا بلعكس تعامل ديالي معاها كيكون للأسف قاسي شي شوية كتر من ممثلين آخرين كانت عماكا ممثلة محترفة ممثلة محترفة نسمعوا الشهادة ديالها هو ممثل ولكي يحس بالممثل كتر من اللول في اللول كان ديك الأنانيذ المخرج اللي ما يخصو يوصل واحد الهدف خصو يشوف واحد اليماج كيتخيل داك لأسفل بوحد طريقة دابالا دابا كي مشي معاك بشوية بشوية حتى كتلقى لأسفل بوحد لأسفل بوحد لأسفل يعني شحال دي كان كي تقصح عليها عبتي بحد لك داك التلمي اللي كي قرأ عند ماما في القسم هو اللي كتحقر عليه فمتي كنت أنا يا ديك شحال دي مدابا جو سيبوكو بوزالي يعني يعني لا دابا جو سيبوكو لازم أنا قدرنا نقول لك نخدم معا نخدم معا ونعون نخدم معا مرة أخرى إذا أنه هي ما عنداش بكتقاسمش معاك نفس الرأي لأنها هي مرتاحة الآن سابقا كنت صعيب معاها ولكن بذي كنت صعيب في العمل اللي كانت شحال دي في البداية منها سيدة المصرحية سيدة المتوسط مني دابا مزيان مني بلا ما تسوول إذا كان قلت شوية لطيفة في التعامل اللي كانت تفهمها مع الفرقة أنا كنت قاسي شوية في الإخراج دي في المصرح كنت شوية عصابي دابا مزيان في البداية ولكن دابا مع تجربة واللي كانت تحاول أنك تعاول معهم كاملين بطريقة مزيانا نحاول نتقاسم أهم الجانب الإنساني باش يكونهم مرتاحين إذا نحن شاهد آخر صورة في فقرة السوشيال ميديا رحمك الله صديقي فريد أفتقدك عزيزي الرائع المتفائل دوما صاحب ألف حكاية وحكاية وألف ابتسامة وابتسامة متواك الجنة بإذن الله إن لله وإن إليه راجعون كانت هذه الصورة لتقسمتها مع المتتبعين ديالك عبر صفحات الفيسبوك افتقدنا الإنسان العزيز العزيز بزاق عليه يعني إنسان رائع جدا هذا كان فريد من ديما مكمش نشتاون كانت قهوة فالقهوة تحية يعني هذي الناس سيعب سلام ريال إنسان متقف لمسؤول على هذي القهوة وهذيك الخاصة لحديقة الخاصة مشهورة يعني صممها الرصام العالمي خوان ميرو وهذي مكان جميل كان قلس فيه وكان حسب راسي مرتاح بززاف وكان ديما كان تقسم التجارب ديلينا وكان فريد كان كيشتغل في البحر كان كيشتغل في بخيرة مراكوش إلا بقيتوا عقلان إليها وكان كديما يعود لي الحكايات والنوادير ومتمكن من اللغات كانت عنه اللغة الألمانية اللغة الإنجليزية وافتقدنا هذا العام افتقدنا قبل منه مات الولد دياله بواحد المرض هذه واحد سنتين من بعد هو عتني توفى رحمه الله وأسكنه وفاسيح جنته عزائي الحار الله يرحمه كل عائلته والأصدقاء دياله أيضا إن الله يراجعون إحنا يأتنا تحضيرنا للبرنامج كان لدينا لقاء مع فريد صحيح وتكلم لنا عليك نشاهده السياسي نحجم قبل الفن ابن صديق أخ يعني ليعطى واحد شحنقويا هذه المدينة سياحيا اقتصاديا ومعنويا وفيما كيجي مدينة شفشوون كيجي ما كيعرفش يشطق هو إلا في هذا المحل هذا عندي هنا سياسي قيوة ديالك كاسلناك مرحبا بيك كمالقاعدة أنا كاسلناك في انتظارك رحمه الله كان ساعد فيديو مؤثر باش نشوفه أنا من بعد الرحيل يالو مشيش هذا إنسان بسيط متواضي طيب جدا ديما ابتسامة فكي يكلك واحد المعزة خاصة وكيف تأخر بك والمدينة فقرة أهولالا ياسين سنعطيك فيها مجموعة من صفات سلبيا اللي ممكن أنها تكون في شخصية ديالك ومعلك إلا جاوبني برفا أحد أهولالا أول صفة ممكن أنها تكون فيك ياسين أحجام هي أنك مهمل آه ثاني صفة سريع الملل سريع الملل كان ملدغيا ياسين أحجام قليل الراحة قليل الراحة كنت رسح بزيال مباشرة سنمر الفقرة ساعت بوالك فقرة ساعت بوالك ياسين عندي فيها جوج ديال الشهادات لكي ساعت بوالك بعض المسائل لخصوصها أنها تبدل في شخصية ديالك وعندك حق الردو باش تصحح لناس هاد الفكرة الغالطة إذا شكون أول شهادة اللي تبغي تسمع عندي جوج ديال الشهادات عندي الفنانة كاليلا بولعيلات وعندي إبراهيم شكيري ليه شكون اللي تبغي تسمع أولا كاليلا إذا سمعوا كاليلا لا يمكن شو واحد الإنسان ممكن يتقلق شجاع يعني دول عيتاب ديالي عليه يأتي نحجة عفاك شنهار بغينا نشوفك دير واحد رياكسيون دير ماشي ديمة ماشي ديمة دريف 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 راب بزاف هذا عيتابي لك أنا شنو تقول فهذا عيتاب هذا الغريف في الأمر أنني منك شنهار إلى تعصبت وديرت رياكسيون كتبقى في بالي بزاف كتبقى أنا أنا كل عصا داخليا كتفطل أن أحنا تجرح يعني الكلمة تجرح الكلمة أو الموقف أو لنعلي صوتي على الشي واحد كتبقى في بالي مدة طويلة أنا اللي كانت كرفس فيها نو كان نقول كنحاول كنحاول ماشي زع ما أنا بغفة ولا زع ما الكامل لله أنا غير شوية كنحاول ما نجرحش الإنسان الآخر وخي غلط نحاول نبيله بالدكة أو بطريقة غير مباشرة أنه غلط يعني نحتار مو نحتار مو كتب إذا أنت وخاكت تأصب ما كتبينش كتحاول أنك كنصبر توصلها بطريقة نحاول نصبر ما كتبانش عليك أوه كتبان معذ مرات في البلاتو هذا كيكون بعض الغضاب ولكن بلا ما نجرح شي واحد يكون بروفيسيونيل شي غيكسيون تكون على الخدمة ماشي على شي حد ولا تلاقي للإنسان ماشي مشكلة أو تاني نفهمه بوحد طريقة يعني نسأل أنك تجرح شي واحد هذا هو الميساج ديالي أنا تشوفوا تاني شهادة يال المخريج إبراهيم شكيري تاني ينبيا يتخذنا الواتور ينبيا أولي في المصورنا ديما نخسو تحرك في تنوب نصوره مين في كعزة دبا فاشتاكن غيخو تنوب غيخو 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 إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله تصوك بزاف يا سين نصوك بزاف لما أنا طانجة مراكش أقادير وجدا لما نسافر بزاف عندي عندي لزنغاجمون بزاف ونحاول دابا نقلل نقلل نركز في العمل ديالي نركز في التصويت نركز مع الأسرة وشكر للنصيحة ديال إبراهيم سألنا من الفقرات سألنا تبعليك سألنا نمر الفقرات المسامحة ياسين ممن تطلب المسامحة اختار اسم ممكن تطلب من المسامحة أو لا نقترح لك اسم اخترح علي إذن نشاهد الصورة الفنانة هاجر شرقي هاجر فنانة صديقة ممتلة مصرحية متميزة على الخشبة أنا كنفتخر بها ومدينة تشوف شون ايضا تفتخر بها يعني كانت عندك واحد كان وقعني مع واحد مال سوء تفاهم سمعت شي هدرا من بعد ولكن ما ممرض ما تعملت معها بشي شكل ماشي مزيان تقلقات منك اقش أنا ما ذكرت الاسم لابوالو في إحدى تدويناتي هضرت على هذه المشكلة لكن ما ذكرت الاسم من بعد بأنه مكنت شي حاجة وصالحنا ورجلوا لي نمزياني طبتي المسامحة من ماشي طلبت المسامحة بل تصالحنا يعني لأن الخطأ كان مشترك سوء تفاهم كان مشترك أنا ما دريت تفشي حاجة وهي أيضا ما درت نتفشي حاجة وتستمر الحياة بالأكس عزيزة عندي بزاف ونتمنى لك كل توفيق في الحياة دي ياسين الان وصلنا لنهاية فقرة المسامحة سنمر الآن لفقرة حلم ياسين سنطلب منك حلم بقي ما تحقق وكتمنى تحقق سواء على صعيد شخصي أو المهني وأول مرة غادي تقول المشاهدي هو بصراحة أنا ماشي من أقول كيحلم كيحلم مش بزاف أعمل أفعل يعني شي حاجة كنبغيها كنبغي تعمل لتحقيق حلم لتحقيق الحلم بشكل عملي أنا بسيط كني بغني الحلم ديالين يعيش بسيط في مجتمع متسامح يحترم الحياة الخاصة ما يكون شي حق ما يكون هذا حلم ديالين فعلا دو الحلم أنا يكون المغرب يكون تعطى فيها الأولوية كتر التربية والتعليم التربية بالخصوص الإدوكاسيون والأسر تقوم بالتربية خسنا المجتمع يكون يعطي المرأة وحلقية كبيرة نتمو بالبيئة ديالشوارع ديالنا ديال الأزقة ديالنا الحقي أنني نخرج في المدينة المغربية سواء الرباط ولا الدربضة ولا أي مدينة كبيرة وتكون نظيفة يكون الناس محترمين ذاك الفضاء العمومي المشترك بالكلام الطيب ما نسمع شهادة خسرة ما نشوف أطفال متسورين والحلم ديالي أكتر هو مقاش نشوف أطفال الشوارع الغير البارح أنا كن ديز نشوف أطفال ديال دربضة ديال ست سنوات خمس سنوات أمام الإشارات بإذن الله نياسين وصلنا لسؤال المشاهدين غادي نشوف وشنا هو السؤال اللي طرح لك الجمهور ديالك سؤال هو وش ممكن ترجع للسياسة مرة ثانية ممكن ممكن نياه ممكن على حسب اللحظة والحسب الظروف كما دوس تجربة وحققت فيها قانون الفنان والميال الفنية واللي واحد المشروع اللي كنعتز به وممكن واحد النهار نفكر لما لا نشارك هي السياسة ببساطة هي مشاركة في التغيير أو مشاركة في تغيير أشياء سلبية كنا في المجتمع هذا هو لما نكبر الموضوع أكثر لما لا واحد النهار ممكن أنا نشوف ياسين أحجام السياسي مرة أخرى ياسين غادي نوصل الآن الفقرة المغاربة حكمه ياسين وصلنا معك الفقرة المغاربة حكمه وغنشاهدو معك حكم المغاربة ليتم معبرة تصويت فنذارك شنو غادي يقوله لأن نسوله واشي ياسين أحجام ما عندهم مع الحضرة ديالناس ولا الله شنو فنذارك غادي يقوله كانت بتكونوا ما عنديش مع الحضرت من الناس ربن حكم المغاربة هو أن ياسين أحجام لا كيدهاش على الحضرة ديالناس كان عارفون بأن الجمهور يالك يعارف ياسين أحجام زيان وكانت أظن أنه من خلال هذه القلصة أنه تعرف أكثر على الشخصية ديالك باش كتواعد الجمهور ديالك يا سين أنا كنواعد الجمهور ديالي باش أنا نزيد نطور راسي كممتيل ونقدم أدوار إن شاء الله في المستقبل لتنال إعجاب ديال الجمهور الكريم كنا كانت تعرضوا للهضراء اللي ما كتعجبناش منطرف الناس البعض مننا كي يحول الكلام السلبي إلى طاقة إيجابية كي يسافد منها في حياته أما البعض الآخر فكي يستسلم الأقاوي للناس باش نعيشوا وسط هذه الهضراء في أمان ونزيدوا خطوة القدام كي يجب علينا نهتم بما يملي علينا عقلنا وليس ما تملي علينا عقول الناس على رأي ويليام شيكسبير حياة يقود عقلك أفضل بكثير من حياة تقودها عقول الناس السلام عليكم